أحراض الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبة في الله أينما كنت في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة التي أدعو الله لها دائما أن يؤمنها بطاعته وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما إن لم نكن أهلا لرحمته فإنه وإن رحمته أهل أن تصل إلينا هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا تعاملنا يا ربي بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت الكريم المفضل سبحانك وتعالى عما يشركون أما بعد أحبة في الله أبنائي وبناتي على الشاشة وأنتم الآن تشاهدونني نريد أن نتحدث اليوم عن فن غاب عن بيوتنا هذا الفن إذا وضح واستشرى وصار مع بقية أفراد الأسرة زوج وزوجة أب وأم أولاد وبنات الأسرة كلها إن شاء الله يسعد البيت ويسعد المجتمع ألا وهو فن الإنصاط لماذا لا يجيد المسلمون العرب بالذات فن الإنصاط لماذا لا يعني يريد كل إنسان أن يكون هو المتكلم الوحيد في الأماكن والمجالس والبيوت والمنتديات لماذا لا يريد الإنسان مننا أن يسمع الآخر سواء الآخر زوج أو زوجة ولد أو بنت جار أو مدير في العمل أو غير ذلك لماذا لا يستمع الأب إلى وجهة نظر أبنائه وبناته لماذا لا يجيد الأولاد فن الإنصاط عندما تكلم الأب أو تتكلم الأم لماذا لا يجيد مدير المؤسسة أن يستمع لمن يرأسهم وفجأة ينقلب الحال ويقلب له ظهر المجن ويريدون إقصاءه من مكان الإدارة لأنه ظل ردح من الزمن لا يستمع إلى شكواهم أو إلى آرائهم بل إنه قد يحقر من آرائهم ويسفه منها لماذا إذا تكلم الزوج مع زوجته أشاحت بوجهها أو لا تعطيه وجهها وإنما تعطيه طرفا من أذنها ولا تريد أن تستمع وربما إذا استمعت سفهت قوله هكذا أيضا الزوج إذا كلمته زوجته كذلك لماذا لا ينصت أبناؤنا إلينا هل الخلل فينا أم أن الخلل في أبنائنا هل الأولاد والبنات رأوا الأب لا ينصت للأم أو الأم لا تنصت للأب هل فينا التعالي والكبر حتى لا يسمع طرف منا الطرف الآخر هل دائما يريد الصغير أن يصير كبيرا دون أن يمر بتجارب دون أن يمر في الحياة بامتحانات وابتلاءات شتى ويظن أن الكبير يصير كبيرا هكذا يقول أهل العلم أن بعض من الدنانير والعملات الذهبية منذ فجر التاريخ ومنذ أن اخترع وعمل الإنسان العملات الذهبية يرى على وجه هذه العملة ملك البلاد مثلا الملك أو الملك أو من يحكم سبحان الله ما شرفه كما يقول العلماء وجه الدينار من الذهب بصورة الملك إلا بعد أن فتن بالنار بعد أن دخل النار وتحمل فشرف بنوضع عليه واجش هذا الملك أو هذا الحاكم أيضا الإنسان لن يصل إلى الحق إلا إذا وقع في مش الفتن في ابتلاءات شتى من ضمن الابتلاءات التي نبتلى بها كبارا صغارا أننا نهرف بما لا نعرف نتكلم كثيرا ولا نستمع لا أقول قليلا إلا من رحم ربي لا نستمع أساسا لا أحد يريد أن يستمع الآخر نحن نريد أن نتكلم ونسمع صدى أصواتنا لماذا؟ لأن الكبر يبدو جين عربي عجيب لا يمحوه إلا الدين لأن سبحان الله لا يدخل الجنة من كان في قلب المثقال ذرة من كبر لماذا كلماتنا أكثر من استماعنا؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى لنا أذنين وخلق فما واحدا لم يخلق رب العبادة للإنسان فمين يعني ولم يخلق له لسانين لا وفي شفتين في لسان خلق رزقنا بلسان وشفتين كي تستطيع الشفتان أن تطبق كلتا هما على اللسان فلا ينطق إلا بعد تفكير لكن لماذا ألسنتنا تسبق إغلاق وإطباق شفاهنا؟ لماذا تعجز الشفتان أحيانا عن الإغلاق في الوقت المناسب؟ إن بعض الممرات وسط المدن تمر عدة قطارات القطارات هذه لها مكان لعبور المشاه أو السيارات فإذا اقترب القطار صار الخطر يداهم الجميع فما الذي يحدث؟ تغلق هذه الممرات على السيارات وعلى العابرين سواء يركبون حافلات أو يركبون أي وسيلة أو يركبون أرجلهم ومنا من يركب رأسه سبحانظار بن يهدينا جميعا فتغلق هذه الممرات أو هذه المعابر أو هذه المحاور لوجود الخطر القادم؟ لماذا لا تسرع الشفتان بإغلاق الفم حتى لا يخرج اللسان قذائفة تصيب الآخرين بالكمد وبالحزن؟ البيوت سبحان الله تبنى بكلمة وتهدم البيوت بكلمة ويدخل الإنسان غير المسلم الإسلام بكلمة فبناء البيوت سبحان الله العظيم أيضا بالكلمات الطيبة البيوت تبنى بالكلمات الطيبة لأن الكلام الطيب عبارة عن لبنات تتجانس وتتناسق مع بعضها البعض فتبني بيتا قويا أما إذا تفككت هذه البيوت نتيجة الكلمات التي تلقى جزافا هنا وهناك هنا تكمن الخطورة أنا أريد أن أقول أن استهانة الإنسان المسلم بالكلمة التي يلقيها التي أدخلته الإسلام يعني الإنسان غير المسلم لما يريد يدخل الإسلام يقول أشهده أن لا إله إلا الله هذه كلمة هذه كلمة الإنسان الذي يريد أن يبني بيتا مجرد أن يقول لوالدي العروس زوجني ابنتك كلمة تبنى بها بيوت مجرد أن يقول والدها أو وليها قبلت صارت هناك بيوت وصارت هناك محارم مؤقتة ومحارم مؤبدة وصلنا في صفحة جديدة سبحان الله الكلمة التي تهدم البيوت مجرد أن ينطق الرجل وهو يقصد لزوجته أن تطالق يهدم هذا البيت وتشرد الأولاد وتتشرد البنات وتصير عندنا عقد اجتماعية كبيرة وصير عندنا عجب العجب من ماذا لأن الإنسان لم يمسك لسانه أو لم يمسك بشفتيه قويا على لسانه الله خلق لي أذنين حتى أستمع أكثر مما أتكلم ما الذي ذهان فنستمع قليلا ونتكلم كثيرا والإنسان ينسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا ربما بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة وربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا ربما بلغت من سخط الله والعاذ بالله رب العالمين أنها أدخلته النار إذن الكلمة هذه خطيرة أما سمعنا قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب طب لماذا نتكلم كثيرا أول شيء العقل عندما يغيب ينطق اللسان ويتقدم على العقل وهذا هو الدليل الأول للجاهل من هو الجاهل الذي جعل لسانه أمام عقله يتكلم ويتكلم دون أن يفكر لا يعيد الكلمة على ميزان الحسابات في الحلال والحرام في الصواب والخطأ هذه الكلمة تجرح من هذه الكلمة تأسو أن تجرح هذه الكلمة سبحان الله العظيم يعني الإمام الشافعي يقول كلاما جميلا عندما زار تلميذه أحمد بن حنبل لما مرد وعاد الشافعي حزينا على أن أحمد ربما يموت فيموت معه علم كثير فعاد إلى البيت الشافعي وقد مرد من حزنه على تلميذه أحمد رضي الله عن الجميع وصاغ كلاما جميلا عندما بلغ أحمد أن الإمام الشافعي عاد مريضا لخوفه عليه ذهب أحمد متحاملا على نفسه رحمه الله لزيارة شيخه الشافعي رضي الله عنهما عن الشافعي وعن أحمد وعن كل علماء المسلمين فترجم الإمام الشافعي هذه الزيارة وهذه العيادة الجميلة من عيادة الأستاذ لتلميذه فيمرض من خوفه عليه وتحامل التلميذ على نفسه ليزور الأستاذ يعني كي يطمئن عليه يقول الشافعي مرض الحبيب فعدته فمردت من خوفي عليه وأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه انظر إلى هذه الألفاظ الطيبة عندما يقول الشافعي في مجلس العلم أحب الصالحين ولست منهم انظر إلى الكلمات الطيبة أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو أن سواء في البضاعة فيرد تلميذه عليه قائلا تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة وتبغض من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة هذه الألفاظ الطيبة أجمل الألفاظ واللفاظات التي يتكلم بها الإنسان كتاب الله عز وجل أفضل الأعمال عند الله الحال المرتحل قال وما الحال المرتحل يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام المسلم يقرأ من أول القرآن حتى يرتحل حتى آخره ثم يرتحل من أوله لآخره كلما حل ارتحل يعني كلما حل إلى سورة الناس ارتحل مرة أخرى إلى سورة الفاتحة هذه أفضل الأعمال عند الله لماذا؟ لأن انشغال الإنسان بتلاوة كتاب الله عز وجل تثمر أمورا خمسة الأمر الأول لسان رطب بذكر الله الأمر الثاني تطبيق لأمر الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا الأمر الثالث أنه ما جعل هذا القرآن مهجورة حتى يشكوه النبي صلى الله عليه وسلم لله يوم القيامة إن هؤلاء قومي اتخذوا القرآن مهجورة الأمر الرابع أن يتعطل اللسان عن ذكر الألفاظ السيئة الأمر الخامس أن نور كريمات الله عندما أترفض بها أعطي بفضل الله نورا لللسان ونورا للأذن وإذا نظرت إلى المصعف أعطيت نورا للعينين فكأنما أعطيت جوارحها حظها من الطاعة فانظر إلى الألفاظ الجميلة أحلاها وأجملها وأثقلها في الميزان هي كلمات القرآن الكريم ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي الجوامع من الكلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فانظر إلى كلمات بسيطة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان أي ربي أصرفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص هكذا العبد يسبح ثم العبد سبحان الله العظيم إذا نطق بالألفاظ الطيبة الناس في حالة سرور من ناحيته أنا إذا دخلت على قوم أقول السلام عليكم ما معنا السلام عليكم أي أنكم سالمون مني لن يأتيكم مني أبدا شر أبدا طالما أنا موجود معكم فالسلام عليكم وإذا غادرت قلت لهم السلام عليكم أيضا ورحمة الله معنا السلام عليكم وأنا أسير أنه لن تجدوا شرا بعد أن أسير وأترككم بل إن الحال سلام حتى دخل الملائكة على إبراهيم فأنكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا سلاما وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فلما قالوا سلاما جاءوا بالنصب لأن سلام مؤقتة هذه سلام مؤقتة لكنه جاء بها بالرفع دليل على أن السلام من إبراهيم دائم من اليوم وغدا وبعد غد وهذه بلاغة القرآن العظيم يعني إذن اللفظة اللسانية مهمة جدا وأنا أريد أن أشرح الأمر بالتفصيل في قضية الكلمة التي تخرج من الإنسان وفن الإنصاط الذي ضاع من كبارنا وصغارنا أرى أن الإنسان منه يعيد حساباته مرة أخرى ويحسب كلماته التي توضع له في ميزان الحسناء ويستغفر من الكلمات التي سوف توضع له في ميزان السياد ولنا في الحديث بقية إن شاء الله ولكن بعد الفاصل كنوا معي أهلا وسهلا مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتكلم عن فضيلة الصمت أو فضيلة الإنصاط أو فن الإنصاط الإنصاط له فن وله فضائل فضائل الإنصاط أن يجعل الإنسان غير متهور ودائما الإنسان المتريس الذي ليس عنده عجلة سواء في الكلام أو في الفعل إنسان يملك زمام نفسه الكلمة أنا أملكها إذا لم أنطقها فإن طقتها فانتهى الموضوع خلاص يصار التملكني وبعدين الذي كثر كلامه للأسف الشديد قل عمله لأن كثرة الكلام يكون بناء على كدة العمل وأن الصحابة كانت قليلة كلماتهم كثيرة أعمالهم لأن العمل رجل في ألف رجل خير من ألف رجل في رجل وقال علمنا العلماء صغارا أن الدين لا يتم إلا بالتقوى والقول لا يتم إلا بالعمل والمروء لا تتم إلا بالتواضع والعلم لا يتم إلا بأن يعمل الإنسان يعني إذن القول لا يكون قولا ولا يتم إلا بالفعل لأن الذين أمنوا وعملوا الصريحة لازم عمل لازم يعني لازم أحول إلى إذا حولت الكلمات إلى ألفاظ جوفاء وأنظر وأتكلم في أكاديميات وهكذا ولا أطبق هذا إلى عمل انتهى الموضوع يعني 13 عاما في مكة ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن الناس ومن أهل القرش ومن العرب إلا كلمة واحدة كلمة فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحه فقط كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أمرهم بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهال ولا حطام الأصنام ولا منهيات معينة هي كلها كلمة لا إله إلا الله فلما ترسخت في يقينهم هذه الكلمة صارت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها فجاءت هذه الثمرة بالصحابة كثمراء الثمرات تناثر منهم الخير ويعني سبحان الله تناثر في العالم كله فصاروا نسخة مصحفية تسير على قدمين فالإنسان يعني قول بلا عمل كما يقولونه كالهدر لا قيمة له وإيمان بلا تقوى الإنسان يصير على خطر إيمان من غير تقوى إيمان نظري إيمان لا يتحول إلى عمل أيضا سبحان الله المرؤة بلا تواضع أهل عنده مرؤة لكن ما عندهش تواضع تكبر على خلق الله كشجر بلا ثمر ثم بعد ذلك يقول العلم العمل أو العلم بلا عمل كغيث بلا مطر غيث بس مفوش مطر سبحان الله ما الفائدة علم أكاديمي دون تطبيق هذا سبحان الله يعني معقول أن أشرح الصلاة بأركانها وسننها ومستحباتها ومكروهاتها ومطلاتها ثم يأتي صلاة المغرب وأنا لا أصلي ما فائدة هذا الكلام أن أعلم الناس أحكام التلاوة وأنا لا أتلب قرآن أن أقرأ القرآن ولا أطبق ما فيه أن أسمع خطبة الجمعة ولا أنفذها سبحان الله كان أجدادنا الصالحون قليلة كلماته لكن الأعمال واضحة هم تركوا الأعمال تتكلم بالنيابة عنه فأمنت بيوته ما الذي يحدث الآن الذي يحدث الآن في البيوت عجيب المرأة تتكلم والرجل يتكلم والولد يتكلم وتصير مكلمات داخل البيت الواحد الكل يتكلم في وقت واحد ومن الآداب المرعية إذا تكلم أحد أفراد الأسرة الجالسين وجب على الجميع أن ينصتوا هم فن الإنصاط وبالذات إذا تكلم الصغار وجب أن نستمع لكن المصيبة ويسكت يا ولد أبوك جالس أمك جالسة أخوك الأكبر خارج جالس عمك جالس الولد يعني يسكت أمامنا ثم يثرثر بكلمات سيئة وبذيئة من خلف ظهورنا لكن لو تركناه يعبر عن وشرة نظره فضبطنا له إيقاع الكلام هذه لا يجب أن تقولها أمام الكبار هذه يجب كذا كذا يرتزم في ذهن الولد من صغره كيف يتأدى في مجالس الكبار ولذلك لما دخل المهنئون على عمر بن عبد العزيز فدخل بينهم معهم ولد عنده ثلاثة عشر عاما هذا في مجلس أمير المؤمنين في دمشق والرعية والحاشية قال يا مزاحم يقول عمر المدير أو كبير يورانه كما يقولون أو مدير المراسم أو رئيس التشريفات يا مزاحم هل فتحتم الباب حتى دخل علينا الصغار الولد إذا به علامة يقول له يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك ما نقص من مقامك وقد شرفني يا أمير المؤمنين إن الله إذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير وفي مرة أخرى قيل له أيضا يا أمير المؤمنين إن الله أعطاكم فضلا وأعطاكم مالا فإن كان هذا المال لعباد الله فلم تحرموهم وإن كان لله فوزعوه على عباده وإن كان لكم فتصدقوا إن الله يجزي المتصدقين إذن الكلمات عندما تخرج نيرة هكذا هكذا الإنسان سبحان الله العظيم يعني المعتصم زار وزيره الفاتح بن خقان فذهب إلى البيت كان وزيره وكان وزيره مريض ابن فاتح بن خقان عنده سبع سنوات فراد أمير المؤمنين هذا العلامة النابغة المعتصم ينتحن الولد أو يعني قال له يا ولدي دار الخلافة أم دار أبيك أيهما أفضل قصر الخليفة لو أنا المعتصم أم دار أبيك الذي نجلس فيه الآن ماذا يرد الولد المعلم الذي تعلم فن الإنصاد قال دار أبي أفضل إذا كان الخليفة فيه يا الله شو أنظر إلى الرد من أين جاء بهذا الرد لأنه ينصط فلما أنصط تتعلم فلما تعلم فهم فلما فهم نطق بالصدق أو نطق بالجميل من الكلمات ثم قال له المعتصم هل رأيت يا بني خاتما أجمل من هذا الخاتم لابس أمير المؤمن خاتم في أصبعه أكيد له قيمة قال له نعم يا أمير المؤمنين ارتبك والده الوزير الولد هذا يدخل المشكلة قال له نعم أين رأيت أجمل من أيه هو الأجمل من الخاتم الذي قال اليد الذي هو فيها يا سلا اليد هذا ولد من صغره تعلم فن الإنصاط فنطق بالخير لماذا أبناؤنا لا يجيدون يعني وضع جملة سليمة بالجوار بعضها البعض أو كلمات الجملة تخرج سليمة لماذا لأن الولد انقثرت كلامه غطي على عقله فلا ينظم الكلام نظما وإنما يرسله على عواهنه كما هو يتكلم كده يعني في الخير وفي الشر في الذي يجب أن يقوله وفي الذي لا يجب أن يقوله لماذا لأنه سبحان الله كما يقول بعض الذين يشكون من قلة كلام أبنائهم أنهم واجب عليهم أن يذهبوا بالولد أو البنت إلى الطبيب لا أنا أرى أن المرض هو الذي يعتري الأب والأم لأن مرض الكلام مرض الكلام هذا مرض كبير أن يحب الإنسان أن يتكلم في أي شيء وفي أي وقت وبأي طريقة لا الكلمات لها أوقاتها سبحان الله حتى قالت المرأة العربية زوجة محلم عوف بن محلم الشيباني لابنتها ليلة عرسها قالت يا ابني لا تهتمي عن الزوج لا تهتمي عنده إن كان فرحا ولا تفرحي إن كان مهتما يعني مش مثلا هو جاي مثلا هدد بالفصل من العمل أو حول لجنة التحقيق أو هددوا بكذا وكذا جاي يبث شجونه إلى زوجته وبعدين هي تقول الحمد لله رب العالمين احنا اشترينا اليوم مثلا كذا وكذا وشيء جميل والبنت لبست الثوبة الجميل وأنا اشتريته الخاتم الذي لا حوله مش وقته ليس وقت ولا ولا تهتمي إن كان فرحا والله الحمد لله اليوم في العمل ارتقيت والمدير كرمني أمام الزملاء وصوروني وعملوا لحفلة تكريمية لأن اطلعت الموظف المثالي في المؤسسة تقول له ايه ده ابن خالد عم أمي مات وكل حزان عليه وعنده 93 سنة هو ده وقته هل بقالد لا يعني سبحان الله ليس هذا وقت إبلاغ الرجل بموت ابن عم خالد أم الجيرا يعني فيه أمور هذا من دليل ذكر أفق وحب الكلمات وحب الظهور لأن فيه نهاية حب بإليها الكلام لذلك يتكلم إلا من يجد من يتكلم معه يتكلم مع نفسه وحتى لو رأاه أحد قال إن هذا يعني ستر عقله فأنا أريد أن نجيد فن الإصغاء وفن الإنصاط كيف إذا تكلم الزوج أرجو من الزوجة أن تنظر إلى وجه ويتكلم هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تطالع الشاشة أو تطالع الجريدة ويتكلم في موضوع مهم أو أحيانا تعمل شيء معين وتعطيه ظهرها كما يرى في الأفلام والمسلسل لا نحن في البيت نحن عايزين أفلامه صلى الله عليه وسلم نحن عايزين الود والتقار أقبل على من تتكلم بوجه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه وزع نظراته على وجوههم فكل واحد من الصحابة يقول ما اهتم الرسول في المجلس إلا بيه كل واحد يقول هذا الخلاف ليه لأنني تقول مش ركز على واحد معين لا فإذا كان صلى الله عليه وسلم هكذا في أدبه واجب علينا أن نتأدب بأدب رسول ده عليه الصلاة والسلام فإذا تكلم زوجك معك يا أمة الله أعطيه واتشك وأعطيه أهمية الإنصار ولا تقطعيه حتى انتهي هكذا أنت أيضا لا تسخر من زوجتك لا تعتبر أن كلامها هراء أو كلامها لا قيمة له ووعد لداعي لأن أن تتهمها بالغباء أنت لا تفهمين كلامي يبدو المستوى العلمي يا عمي الله يرضى عنك يعني كن مهزبا في طريقة عرضك أيضا بعض من الناس سبحان الله العظيم إذا ظهر في مجلس أنه أقل من الحاضرين مثلا في طريقة الكلام طريقة العرض فأي شيء يعني فيريد أن يكمل نقصه بنقص آخر تقول والله أخي أنا يعني العجيب أن أخي الأكبر مثلا يعني كان عندما يدرس في الجامعة مادته في الكيميا النووية مثلا يعني والله كان يفهم الطلاب الدراسات العلية من حملة المجلسي والدكتوراه كيف ننهض بالأمة فهو طبعا اللي يعد شايف أن أقل أو يكون زوج أقل أو زوج يقول إيه آه والله أنا برضو عندي ابن خالي ما شاء الله عليه يعني طردوه من المدرسة لشدة ذكاية طردوه يعني هو يريد أن يدخل أي نفس يعني يجي يقوله في المثل العامي جي يكحلها عماها يعني بدل ما يكحل عين البنت أو القضية أو الحقيقة يعني يصيبها بالعمل لأنه لم يضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب وإنما وضع الكلمة غير المناسبة في الوقت غير المناسب اختار وقت غير مناسب وقاطع المتحدد يا أخي أنصت إلى الناس واستفد منهم وبعدين عندما تدخل على ناس أنت ما عرفتهم من قبل انتظر يعني مدة حتى يتبين لك طبيعة هؤلاء الناس هم ناس نكديم لا ناس بسطاء ناس فيهم شوية عبقرية لا والله فيهم شوية فضاضة يعني ادرس الحالة أولا هم لم تكن في المجلس لا تتعدى على ناس ما هذا هو فن الإنصاد فن الإنصاد هو فن الفهم أفهم من أمامي أولا أجعله يتكلم ويتكلم وأنا أنصت فإذا قدر لي أن أعمل معهم لشهور أو لسنوات يبقى واجب أن أنصت أكثر وأكثر أنا جاي في مؤسسة معينة وسوف أعينت فيها قد أستمر في هذه المؤسسة مثلا إذا كان في العمر بقى مثلا خمس سنوات يبقى لا أعطي قرارا وتقرير عن الجالسين في قرار خمس دقائق بالعقل أنتظر أسبوع واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين وبعدين بعد كده أقرر لكن أندفع ويدخل نفسي فيما لا أفهم فيه هذه المصيبة كبيرة لما انتقل من العراق إلى مصر غير مذهبة وجد عادات للمصريين تختلف عن عادات العراقيين وجد أمور في مصر جديدة ما رأها في العراق فغير مذهبه رضي الله ليس لتغيير في الدين ولكن تغيير لتغير الواقع فتغيرت الفترة بتغير الواقع هكذا نحن نغير مش يعني نتلون لا ننصت ونجيد فن الإنصات عندما نستمع إلى الآخرين فإذا أنصتنا أعطينا أنفسنا ذكاء حتى وإن لم نكن أذكياء ليه؟ لأن دائما قليل الكلام لا يخطئ قليل الكلام لا يخطئ وكثير الكلام ينسي بعضه بعضا وكثير الخطأ من كثر كلامه من كثر خطأه ومن كثر خطأه كثر الذنوب ومن كثر الذنوبه طالت حسرته فإذا العبد مننا من الوجب يحسل كلماته لماذا؟ الملك جاعد على يميني يكتب كل لفظة تخرج مني وإذا جيء بالكلمات يوم القيامة والعرب بفضل الله هم أكثر الناس كلاما في الدنيا هذه إحصائية قلنا من قبل الرجل والزوج والزوجة العرب في بلادنا العربية يتكلمهم الاثنين طمنتاشر ألف كلمة في اليوم يكن أن تتخيلوا فطمنتاشر ألف كلمة لو عندك يعني الحاسوب هذا أو الحاسب الآلي أو الآلة الحاسبة هذه اضرب طمنتاشر ألف في تلاتين يوم أو في أسبوع الأول وبعدين اضربها في إيه؟ حصل ضرب إيه؟ ضرب في شهر ثم في السنة انظر يعني لما تضرب طمنتاشر ألف في تلاتين وخمسة وستين يوم طب في ستين سنة بالله عليك لو حسبتها تجد أنك تكلمت ملايين 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 الكلمات وانظر ما الذي سوف يوضع لك في ميزان حسناتك أنا أرى أنها قليلة وما الذي سوف يوضع في ميزان السيئات تجدتها كثيرة نسأل الله سبحانه أن يجعل ألفاظنا ذكرا لله في ميزان حسناتنا وبعد الفاصل نلتقي مرة أخرى إن شاء الله لنكمل كلامنا عن فن الإنصاط وفن الإصغاء كنوا بعين إن شاء الله أهلا بكم أرحبا بكم وعحبة في الله مرة أخرى ونتحدث عن فن الإنصاط والإصغاء أنا أريد أن أركز يعني قبل أن تدخلوا معي في محاولاتكم الطيبة التي أستفيد أنا منها وأسئلاتكم الممتعة المفيدة في الحلقة يجب أن نصغي لأبنائنا وبناتنا فإذا كبر الولد والبن على أن أباه وأمه وأخواته وإخوانه من الكبار ينصتون له عرض ما عنده فصار صاحبا له وصار هناك قنوات اتصال بين الأجيال وبعضها لكن انقطاع الأجيال وصراع الأجيال يأتي من أن يحصل انفصال تام ما بين الجيل القديم والجيل الجديد له أنا أريد إذا تحدث الطفل واجب أن أنصت إليه لأنه هو له قيمة عند نفسه فإذا طيب بدأنا على طول في الأسئلة طب يبدأ من باب العمل بفن الإصغاء والإنصاط نصغي إلى أخينا أبو جراح السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن مفروض نصغي لك مو أنت تصغي لنا الله يبارك فيه هذا من أدبك يا أبو جراح أنت أخو عزيز بارك الله فيك يا رجل يا طيب الله يبارك فيه تفضل أبو جراح وتحياتي للمخرج ومستخدم المكالمات نتصل تحياته نعم فعلا اليوم موضوع عن الإصغاء مفروض أنا هنا بأصغي لعيالي كيف يصغل إنسانة والزوجة للعيال في الصغر والكبر عظيم عظيم فيه فجوة كبيرة خاصة بين العيال أنا شفتها مع الأسر حسب دراجتي ولقاءاتي بالناس فيه فجوة كبيرة يا شيخنا العزيز صدقت أبو جراح نعم وخاصة ليترسوا فيه الخارج بعد نرسل طريقة فأحنا بنقرب هاي وجهات النظر ويكون تبادل صريح وحر وصلت الرسال في العالي الثاني طال عمرك عن الناس اللي يتأمون الناس ثم يطلع باطل بس يروحون ورا الناس اللي عنده مصلحة الله أكبر نعم هاي ليش أنا عملت كثير من الناس نعم يعني يعني اتهموني وكذا من هالنوح هذا بس عشان كان يوصل لمأرب اللي وصول حق الشغل يا الله يا الله الله محبوك وبعدين حين يو يعتذرون أنا قلت أنا ما لي شغل الله يلجي القاضي بارك الله فيك أبو جراح شكرا شيخ نوعك كيف هو أن أردت عنك بداكم باعكم وعليكم السلام نعم والمحمد السلام عليكم السلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم بقي تسألك السؤال عندما الطفل عندما الطفل يحكي لك يعني أنفسك أيها السؤال الأول والسؤال الثاني يعني إذا مثلا أنا وابد ويوني الزاروني ويبوني يعني مبلغ مال هل يعني لما بعد الزيارة ارده قامل طيب والسؤال الثالث يعني اذا انت كنت ما تطرى حد وياد حد ويعني طرى لك يعني غيبة ونبي ما يطرى الناس هل هي نميمة يعني مثلا انا قاعد هبيت ويعني حد من الاهل وتحدث عن احد الغير موجودين بسوء بدون سوء بس هل هي تعتبر يعني غيبة ونبي شكرا شكر الله لك نعم ام فارس سلام عليكم عليكم السلام ورحمة ايوة فضالي ام فارس اه لتمحتى تقالي انا اتحطى مراتين يعني في عمار مختلفة مثلا في شهرين وفي ثلاثة شهور فبقولوا لي انه يعني بتشك انهم صغار شديد يعني ما انه دفلناهم او كده نعم فيعني دل انه بتعجل انه في يعني تبعينه في الجنة يعني بلقاهم قدام ولا ايوة كيف كي لا تأخذنا الوقت يأخذنا ابو جراح يفتتح اليوم مضمار السباق في الاسئلة يقول ان هناك يعني اولا يسأل كيف يصغي الانسان او يتعلم الانسان فان الاصغاء لولده ولزوجته ولوالده والله ابو جراح لي هذا الكلام ولك والجميع المسألة تبدأ من الصغر اما لا ننتظر ابدا عندما يكبر الولد وبينه وبينه ليس فجوة كما تقول وانما هناك حائل كبير وحواجز كبيرة ما عبرناها في صغره فعندما يكبر يعني تتكلس او تتجمت هذه الحواجز واحدث هناك فجوة كبيرة بين الاجيال ويظلح هناك لغة غير مفهومة ولذلك انا اتعجب من المثل الذين يعني يرزقون ولده في سن الثمانين مثلا ربنا يبارك طبعا لكن بينه بن ولده ستين سبعين سنة انا بالله عليك يعني لغة التفاهم الا يستحق هذا الولد الصغير من ابيه كبير السن هذا ان ينصط اليه وان يصغي الابو لهذا الابن حتى يشعره بحنين وحنان الابوة وعطف الابوة هذا امر الامر الثاني ان ابنائنا الذين كبروا سبحان الله العظيم وذهبوا للدراسة بالخارج واجب علينا قبل ان يذهبوا ان نرسخ اقدامهم مع الدين وفي القيم والمبادئ فاذا خرج لا يكون كريشة في مهب الريح تأخذه العواصف الهوجاء يمنة واسرة وتصير هناك مصيبة كبيرة في هذا الامر سؤالك ايضا عن فن الاصغاء والانصاد مسألة ابو جرح الذين يتهمون الناس بالباطل او الملتمسون للبراءاء العيب والله انا ارى ان الذي انتقص من قدر اخيه بكلام بذيء او كلام باطل واجب عليه اذا اراد التوبة بعد ان يستسمح من اتهمه هذا ان ينشر عنه الخير مدة تتساوى مع المدة التي نشر عنها الشر عنه فيها يعني مثال واحد قال كلاما بذيء في حق الانسان ونشر بين الناس هذا الكلام وتناقلت الركبان بهذا الكلام ان هذا الانسان كذا وكذا وكذا وهذه ليست لا نعم حنيم من ابو ظبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله بنتي اهلا وسعى يزاك الله خير يا شيخ انا دعا عليك يا بنت تفضلي بغي تسأل امي دوم يعني هي وياه يوم يلس وياها تيستفكيلي على يعني تخبرني تخبرني عن ابوي وشو اللي يصير هذا يعني انا يعني من بابل من ساطع الناس ما تقول اسمعها لكن مو عرف يعني في الشي في غيبة وفي نفس الوقت يعني مو اقدرني اقول هي ولان احس اذا كبتت بتتعب نعم فشو اسمعها بنفس الوقت يعني قلبي تقطع ان يعني يوم ينطل الدرب ويتكلم يا الله طيب يعني انا اقولها يعني ما عرف ما قدر اقولها يعني وجيبك يا حنين حاك وهدين شو اسمع يعني اباها يعني طلع بنفس الوقت لان اذا كبتت يعني حس انها بتتعب وانها عرف طبيعة امك فما عرف يعني انا خايف انها شي حاضر يا بنت اجيبك اجيبك يا حنين بارك الله فيك يا ابن امو محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعطيكم بركات الله يرضى عنكم وبارك فيكم يا رب الله يخلي بس عايزة اسأل حدث الوقت وارينا دايما اذا الاب يعني الحوار بتاع هو اكثر ما عندهش حوار في الحديث والولاد كبروا فبيحصل الفجوة والامة دايما بيكون مهما تحاور هيكون الحوار بتاعها غير مجدي تنصحنا بايه في الموضوع طيب حاضر حاضر بارك الله فيك بارك الله طيب نعود الى النقطة توقفنا عند اجابة ابو جراح عن الذين يتهمون الناس بالباطل فانا قلت ان كما ذكرت هذا الانسان بالسوء امام جهات معينة وناس معينين واجب علي ان اذهب الى هذه الاماكن واذكر هذا الانسان بالخير هذه يعني يعتدل الميزان فيما تكلمت به عنه في الشر يجب ان اتكلم عنه بالخير اه المحمد اه يعني اه كانت تتكلم عن اه سؤال نعم الشيقة السلام عليكم السلام عليكم بل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم مرحبا شيقة اه يا شيخ انا ابني اصغيره السن عمري 17 سنة ما شاء الله عليك يا شيخ حضاء يبيرك يجب يعني ما عارف اذا يعني موضوعي خص البرنامج او لا بس ابغيت منك اختشاره مساعدة يعني طيب بسرعة يا شيخ اتفضل اه يا شيخ انا احس ان اعصيت ربي وائد فيها الدنيا والحمد الله يعني ربي اكرمني وتبت بس ابغى يعني بعض النصايح لان احس مهما سويت انا ما اقدر يعني نعم اوفي في نفيا لان اغرض فيها اضمنك نصايح ودلني على الطريق الصح حاضر يا بنت حاضر يا بنت بارك الله فيك يا شيخ اول بارك الله فيك يا بنت هذا يا شيخ اول خطوة في طريق الخير انك دليل على الخير المليء عندك وانت صغيرة السن انك بنت صالحة بانك بدأت تطريق رباب الله سبحانه وتعالى بعد ذنوب اي يا بنت اللي عندك 17 سنة ربنا يا بنت يبارك فيك لك انا هجاوبك ان شاء الله بما يريحك ان شاء الله معالي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتك سحالك يا دكتور همر الله يرضى عنك وباركيك وعلى المساعد ربنا يجزيك عنا الخير باركيك يا بنت أهلا المساعد دكتور همر الله يبارك لك انا جزي دلوقتي موجود في مكان هو سفر للعلاج يعني والمكان ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر